ماذا عن القوى النعيمة التي تكتب عنها كثيراً يعني القوى النعيمة المصرية دي أهم حاجة تملكها مصر واحدة بالك بمعنى أنه إيه إحنا تعودنا على أنه مصر بتقود العالم العربي في مجال الفنون المصرح، السينما، الغناء إلى آخره أنا مش من أنصار فكرة اللي أقول لك إيه زمن الفن الجميل وكأن يعني الفن الجميل ده كان زمن زمان وانتهى لا مفروض أن زمن الفن الجميل ده دائماً يكون قادر على تجديد نفسه وزي ما فيه ومكلسوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وشادية ونجاة وكل الناس دي فقطعاً لازم نكون قادرين على إنتاج وعلى ظهور وجوه أخرى وقد والممكن يكون الفنون نفس الزوء الفني العام بيختلف يعني أنا الوقت مثلاً يعني مع الزمن طبعاً بيختلف كمان طبعاً أنا معرف أنت مثلاً ما تسمعي المغتربين اللي جيبتوا عليهم من دول أنا أسمع ساعات عن بعض اللي مش عايز أقول أسامي يعني ما مسمعتش من عمري ما سمعت لهم حاجة بس طبعاً أنا مش عايز أعتبر نفسي يعني النموذج لحاجة إنما أنا همني الشباب الحالي بيسمعوا مين ففي الحياة ساعات بيسمع أسامي ما سمعتش عنها ويمكن تكون أنا مش عايز يعني مش عايز أقول لحاجة حلوة لحاجة وحشة وخد بالك إنما هنا بقى كويسة دورية بتاقي السؤال ده من المهم جداً يكون فيه في البلد حركة نقضية قوية تقدر تقيم ده كويس وده وحش وده حركة نقضية فنية طبعاً طبعاً تقدر تقيم وتقدر تقول ده كويس ده وحش وممكن تدفع ما هو جيد وتحارب ما هو سيء إلى آخر تقيم